مهرجان الخليج منصة حيوية تجمع كافة العاملين في مجال الإعلام في دورته الخامسة عشر في البحرين ليتبادلوا الأفكار في شتى المجالات هذه الخبرات التي تلتقي في هذا المهرجان تستعرض كافة إمكانياتها وإنتاجها الضخم وذلك بما يعكس الوعي والهوية الخليجية من خلال تلك الأعمال هذه تخلي الواحد قريب من جملائه بالتالي يتبادر آراء وياهو مين تقدونه يعلمونه يدربونه وكلنا نتعلم يعني ماكوا واحد شبير على العلم بس أنا سعيد فيها خصوصا لنا في البحرين طبعا المهرجة هذا مهم لنا وائد 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 كخليجيين وخليجيات يعني من يجمعنا علشان نشوف أعمال بعض نكسف من أعمالنا ننتقد نتكلم بكل الصراحة دائما المهرجان الخليجي للتلفزيون والإدعاء لو كذا طابع خاص لو ذكاء خاص يعني الروح واحدة حتى في البرامج التلفزيوني والدني تتكتف المسألة هذا في المهرجانات خصوصا يكون في السوق الإعلامي اللي زي اليوم المفتتح نتقابل بشوق أكبر نتكلم الخبرات اللي موجودة البرامج الحلوة اللي قدمت في القناة السعودية مثلا قناة الكويت ولا في كل الخليج المشاركون في المهرجان استعرضوا الأعمال الفنية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ويتنافسون من خلالها لحصد جوائز المهرجان لهذا العام والتي سميت بالشرع الذهبي والفضي لما يمثله ذلك من ارتباط وتمسك بالهوية الخليجية حقيقة إقامة مثل هذه الفعاليات أولا هي تجمع الفنانين من مناطق مختلفة خاصة في منطقة الخليج الأهم من هذا كله أن مثل هذه الفعاليات تعطي الفنان شعور بالرضا من أن هناك جهات رسمية تساهم في تقديره وتقيم كل ما يقدمه وتسعى لرفع مستوى كل فنان في المنطقة وتعريفه بزملاءه المعرقان ده مفيد في حقات برامج دينية برامج ثقافية أفلام روائية كل أعمال موسيقى فن كل حاجة نحن مستنينها في المهرجان ده كمان بيعمل حاجة جميلة قوي أن نحن كل استقافات بتتقابل مع بعض لأن أعتقد فيه دول كتير جاية أنا مش عارفة في صراحة الدول قد إيه بس هو فيه كمية كبيرة قوي من الدول وأفراد كتير جدا ومستنين المهرجان ده على حر من الجنب هذا المهرجان يعد تجسيدا حيا لما يقدمه الفنان الخليجي من عطاء فني وإبداع يصور من خلاله أحلام وأمال وتطلعات الجماهير الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام عبر أعمال إذاعية وتلفزيونية تقدم للمشاهد الخليجي والعربي الفائدة والمتعة في الوقت ذاته تظاهرة فنية خليجية تجمع المبدعين في مكان واحد وتتيح الفرصة للمشاركين للتعرف على الأعمال الخليجية التي تطرحها مختلف الجهات المشاركة ليتبادل الخبرات والأفكار والرؤى للارتقاء بالمادة الإعلامية الخليجية وذلك بما يتناسب مع التطورات الإعلامية في عصرنا الحالي خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين